مع اعلان الرئيس الروسي سيطرة قواته على مدينة ماريبول الاوكرانية تصاعدت النداءات والدعوات لاخلائها من سكانها عمدة ماريبول طلب باجلاء من تبقى من سكان ماريبول والبالغ عددهم مئة الف شخص بالتزامن اعلنت اوكرانيا انه لن يفتح اي ممر انساني لاجلاء مدني متهمة القوات الروسية بالسيداف طريق يستخدمها فارونا من المعارك كما اتهمت السلطات الاوكرانية القوات الروسية بدفن المدنيين الذين قتلوا في معركة ماريبول بهدف اخفاء اثار جرائمهم حسب تعبيرها هذا وكشفت شركة امريكية خاصة عن التقاط صور بالاقمار الاصطناعية تثبت وجود مقبرة جماعية تم توسعتها مؤخرا قرب ماريبول لتتم اكثر من مئتي قبر جديد ميدانيا كشف تقرير عسكري بريطاني ان قرار الرئيس الروسي محاصرة مصنع ازوفستال للصلب في اوكرانيا يشير على الارجح رغبته في السيطرة على المقاومة في ماريبول التقرير رجح ان يسفر هجوم بري شامل تشنه موسكو على المصنع عن اعداد كبيرة من الضحايا في القوات الروسية يأتي ذلك فيما اكدت اوكرانيا ان قواتها تواصل مقاومة المحاولات الروسية لفرض سيطرتها الكاملة على ماريبول في الوقت الذي طلب فيه الرئيس الاوكراني العالم بمزيد من السلاح والدعم المالي لبلاده